مشروع قانون جديد مناهض للتعذيب مقدم لجمعية الوطنية يحل محل القانون رقم 011-2013 المتعلق بتجريم الاسترقاق والتعذيب باعتبارهما جرائم ضد الإنسانية مشروع قانون الجديد يسعى لتعريف التعذيب بشكل محدد كما يرفع العقوبة المحددة له من 10 سنوات إلى 20 سنة ويشدد العقوبة من 12 سنة إلى 24 سنة في حالة ما إذا كان التعذيب بحق قاصر أو امرأة كما أدخل القانون بعض بنود الاتفاقيات الدولية ضمن مشروع القانون الجديد مشروع القانون أيضا ينص على تجريم العبودية بكافة أشكالها ويحدد عقوبات صارمة بحق مرتكبها ويأتي مشروع القانون الجديد بعد انتقاد منظمات حقوقية أوضع حقوق الإنسان في موريتانيا وحديثها عن انتشار التعذيب في السجون وتسييل حالات وفاة قيل إنها ماتت تحت التعذيب رغم نفي السلطات الأمنية والقضائية الموريتانية لوجود أي تعذيب في البلد كما أن شكوى العديد من المنظمات الحقوقية من المسترة القانونية المتبعة بحق مرتكب جرائم الاستعباد التي تم الكشف عنها خلال المرحلة الماضية جعل مشروع القانون الجديد يسعى لسد الثغرات في هذا المجال غير أن بعض الحقوقيين شككوا في قدرة مثل هذه القوانين على مواجهة جريمتي التعذيب والاسترقاق نظرا لتجذرهما وعدم الجدية في تطبيق القانون بشكل عام اشتركوا في القناة